تعالوا نشوف كرة طايرة سيدات عاملوا ايه في هذا الموسم فريق كرة طايرة سيدات هنبدأ بالرجاء سيدات الفريق الاول متصدر الدولي دلوقتي بغاية وقتنا هذا ما شاء الله بدون هزيمة زهبيت بطولة منطقة القاهرة تحت 18 سنة دي الفرق اللي بعض الدرجة الاولى على طول 18 سنة كسبوا منطقة القاهرة وهم المتصدرين وهمتزعمين زهبيت بطولة منطقة القاهرة تحت 16 سنة وفضيت بطولة منطقة القاهرة تحت 14 سنة صفقات الموسم السنة دي بولا كاميلا دي البرازيلية اللي هي وضيفت الى سيدات الكرة الطايرة لو سبنا سيدات الكرة الطايرة هنروح لرجال الكرة الطايرة والحديث كثيرا عن نجوم وابطال الكرة الطايرة في الناد الاهل اول حاجة 100 فوز متتالي في 3 سنين ونص ما فيش فرقة ادرت في العالم في العالم مش بتكلم ميت مباراة متتالية وفعلا نادي المئة الجديد للفوز في المباريات نادي المئة اللاعبة بتخشه لكن النفوز ويخش نادي المئة في الفوز بالمطشاط الرسمية ده كان انجاز جديد وكبير يضاف لانجازات الناد الاهلي لفريق كرة الطايرة اولا وللنادي الاهلي بيتحط فيه شكل مختلف اعتقد ان اي دلاتي شغلين على جينس ريكورد علشان نقدر نشوف ونعادل هذه الارقام هنروح لرجال كرة الطايرة ما شاء الله عليهم قيادة كابتن عبدالله عبدالسلام وكابتن احمد صلاح وكابتن محمد وكل النجومنا الابطال الكثيرين مش عايزين نقول اسمع عشان ما نساش حد لكن فعلا كلهم نجوم وابطال فريق الاول متصدر لوقتنا هزا كان بداية السيزون السنادي لو نفتكر الفريق لعب بناشئين كرة الطايرة لعب بناشئين كان عندنا تسع لعبين مسافرين مع منتخب مصر والناشئين هم اللي قادوا وكملوا مسير تلفوز في الميت مباراة فريق الاول متصدر الدوري عمر شريف مروان الصافي عبدالرحمن الحسيني انث شوقي واياد محمد ابراهيم رسلان يعني الخامسة دول لحصول مع منتخب شباب الطايرة على المركز رابع بطولة العالم في تونس لسه الوزيد مكرمهم وكمان البطولة العربية في الاردن واللعيبة دي تاني واكرر وزيد واقول اللعيبة دي هي العماد او الاساس او الاعمدة اللي جاية في فريق الكرة الطايرة رجال في المرحلة القادمة باذن الله نجوم الكرة الطايرة ذهبية بطولة منطقة القاهرة تحت 15 سنة دي البداية وزهبية بطولة منطقة القاهرة تحت 17 سنة وزهبية بطولة منطقة القاهرة تحت 19 سنة صفقات السنة دي جبنا صفقة واحدة داخل فريق الكرة الطايرة ابو السعود محمد وفي كده فريق الكرة الطايرة بالنسبة لنا عمل انجاز كبير وماشاء الله عليهم ماشيين في وطيرة كويسة جدا كابتن ميدو بصلاحي معها ان اللعيبة كثيرة جدا النهاردة بتكون متواجدة داخل منتخب مصر علشان عندهم استعداد للبطولة المؤهلة البطولة افريقية المؤهلة ليولمبياد توكيو عندنا لعبين كتيرة لكن برضو نادي الاهلي دايما بيدعم وبيلعيبة وزخيرة قوية جدا للمنتخبات لكن عندنا زخيرة ايضا من شبابنا وناشئنا زي كان يوسف صافي او يوسف مرجان وغيره كتير لعبين كتيرة جدا متواجدة داخل النادي الاهلي وفعلا بيدفعوا عن اسم النادي الاهلي دائما وابدا معيش عذروني ان الكلام كتير عندنا بطولة كتير ولسه 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 عندنا حاجات كتيرة جدا داخل داخل النادي الاهلي وداخل دولاب وطرات النادي الاهلي اكيد لازم نشيد بالمنظومة اكيد اللعيبة دي ما ما بتنجحش من فراغ اكيد عندنا منظومة للمشاط الرياضي محترم بخيات كابتر قوف عبدالقادر واكيد مجلس ادارة بيدعم وبيحاول يوفر كل السبل الراحة او كل السبل المطلوبة لانجاح المنظومة اكيد هي منظومة التكامل ده في لان منظومة النادي الاهلي بتختلف عن اي منظومة داخل مصر بمعنى نتكلم عن رياض طبعا لان فعلا دايما نتعلمنا كده ان كل واحد عليه دور كل واحد له دور بدال مجلس زارة دوره بيعمله كمان نشاط رياض دوره بيعمله المدير الفني دوره بيعمل اللاعب بيعمل دور والجمهية كمان بتعمل دورها هي منظومة متكاملة بدال منظومة متكاملة بتفرز عن كل اللي في ده النجاح والبطولات والانجازات من انجازات كثيرة ودايما ودايما بنودي لعابتنا لعيبة اللي احنا بندفع بيها لمنتخبات مصر بتكون لعيبة كسيرة جدا بس الاهم استمرار النجاح استمرار النجاح ده هو توارس اجيال من بعضيها النظام والاسلوب وكل حاجة بناتوارس ده من بعضينا من القابلينا هم البراس والنظام داخل الناد الاهلي عشان كده منظومة الادقاءة عمدار مية واثناشر سنة رياضيا ما شاء الله عليها بتعلم ناس كثيرة جدا تدرس المفروض تدرس منظومة الناد الاهلي للناس كلها ليه علشان فعلا الموضوع مختلف لما تعيش وتشتغل وتلعب داخل الناد الاهلي تعرف ان المنظومة مختلفة وكثيرا جدا من اللاعبين قبل كده قالوا الكلام ده اللعبة اللي كانت بتلعب عندها اخرى وجم الناد الاهلي قالوا ده ان احنا ما شفناش رياضة الا داخل الناد الاهلي ما شفناش الوضع الا داخل الناد الاهلي ما شفناش اللي احنا فعلا بنحب الكيان داخل الناد الاهلي الكلام ده كله فعلا الموضوع مختلف وهو ده قوة وعظمة ونجاح الناد الاهلي في الكيان ده الكيان الكبير اللي احنا كلنا بننتمي ليه وتاني قتلك بننتمي ليه كلنا جماهير ولعبين ومدربين واداريين واقول كل حاجة كلنا بننتمي لهذا الكيان كلنا دايما واحنا بنلعب واحنا جوه الكيان ده بنشوف النجاح الكيان ممكن نختلف واكيد الاختلاف دي ثقافة كويسة جدا في الحياة نختلف علشان عايزين نشوف النادي افضل من مكان احسن من قبل كده يفضل يتطور ويفضل يعلى 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 عشان البطرات تزيد والانجازات تزيد بكده بكده دي منظومة الناد الاهلي وده مستوى النجاح نرجع تاني مرة تانية للتنس طاولة فريق التنس طاولة رجال وانجازات وبطولات داخل دولاب التنس طاولة لعبة فيها ابطال عالميين محترفين خارج بصر بسبب النادي الاهلي كابتن سيد لاشين بيحترف في اسبانيا اه كابتن هالمشرف كمان بتحترف في الدوري الالماني وعندنا كمان يسر حلمي اشرف حلمي عندنا نجوم وابطال ما شاء الله عليهم محترفين دوري الماني ودوري اسباني وده كل ده بسبب صالة النادي الاهلي صالة التنس طاولة في النادي الاهلي المتواجدة داخل مجمع صلاة مجمع السباحة في النادي الاهلي في فرع مدية نصر لو دخلت الصالة دي تلاقي فيها ابطال كثيرة جدا وكمان الصالة دي طلعت هنا جودة نجمتنا الصغيرة اللي كل العالم بيفتخر بيها مش مصر بس فكل ابطال دول طلعوا من داخل التنس طاولة رفعين على مصر في الاولمبياد وصلين وكمان الدوري المحلي والافريقي والعربي ما شاء الله عليهم يعني ماشيين حاجة جميلة في قيادة الكابتن اشرف عبدالفتاح رئيس جهاز التنس طاولة بنبريك له على الدولاب الكبير وبصوات الكثيرة اللي حقوها السنة دي تنس طاولة